السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حباب قلبي عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا. آآ بشكر كل اللي اتفعل معي الفيديو اللي فات وكل اللي دخل عندي جديد ونورني على القناة. انا اتشرفت جدا بكم. وبسعت جدا بكل حد جديد بيخش عندي القناة. وبتمنى دايما اكونوا عند حسن ظنكم. وبتمنى دايما اكبر بكم ومعاكم. عايزكم بقت بركولي. نزلت بما اننا في اغر الشهر والحمد لله العملية بويزة وخربانة. الحمد لله على كل حال برضو. نزلت اجيب علشان اجيب سكر وفرخة وباكو شاي. تخيلوا ان انا نزلت بالخمسمائة جنيه راجعت من غيرها بالتلات حاجات دول. كيس سكر وفرخة اتنين كيلو. وباكو شاي اللي هو الربع كيلو. طبعا العروسة عشان احنا في مقطع. وبفكر كم وبفكر نفسي بيها دايما ده اقل حاجة ممكن نعملها لاخوتنا. ان احنا نقطع كل حاجة مسؤولة او تبعة للكيان ده. فتخيلوا قد ايه مصر كبيرة وعظيمة. انك تنزل بخمسمائة جنيه. تعب وشأة. تقريبا ربع شهر الموظف مطحون تمن ساعات في كل يوم بيصحى من الساعة تمانية. علشان يجيب بس طاقة. يعني هي فرخة لسه ما جبت لهاش والرز لسه ما جبت لهاش الحاجة اللي هتعملها جنبها الخضار. لسه ما كملتش بقيت يومك فطار وغدا وعشر. فانا طلع فاطفض معاكم لما بلاقي نفسي مخنوقة والله ومش لاقيها حاجة ومش لاقيها صرف فبطلع دابتش معاكم ممكن نلاقي حل سوي. تخيلوا ان احنا وصل بنا الحال ان انت لما بتجي تفطر تجيب فطار لعيالك الصبح مش اقل من مية جنيه. عشان تجيب عشرة رغيفة فينو. الرغيف بقى باتنين جنيه يعني عشرين جنيه. هتجيب كيلو لبن بتلاتين جنيه. ادي خمسين جنيه. عايز تجيب جبنة اولان شن. شوف ده دول هيبقوا كام. يعني تقريبا هيبقى يوميا مية جنيه. مش هنقسه طبعا كل يوم هيبقى لبن وجبنا وعيش ممكن مرة فلو طعمية. برضو بقى الحمد لله بمبلغ وقدره. فانتو بتعملوا فينا ايه. يعني فهمونا انتو انتو بتوصلونا الفين. زيادة ايه اللي انتو بتتكلم عنها انك تزودتو المرتبات للموظفين. هتعمل ايه الزيادة. طب بدل ما تزود الناس وتعلف رواتب. وبرضو مش هتأثر. ازبطوا الاسعار. احكموا الدنيا شوية وازبطوا الاسعار. واننزل الناس تشوف ايه الجاشع اللي بقى عنده التجار كلها وفي كل مكان. طور على الاسعار وازبطها. بدل ما ترفع رواتب. وفي الاخر برضو الموظف الغالبان مش لاقي. ده غير طبعا الفئة يعني اللي هي مش موظفة اصلا. يعني فيه فئة مهيش موظفة ولا بتقبض. وشغلة اليوم بيومه. هتقضي حياتها ازاي. الازمة اللي احنا فيها بقت طحنة جدا. وبقت ازمة فوق اللي احتماله. ما عادش حد مستحملها. فدوروا على الحلول. ونزلوا الشارع وشوفوا الناس ودوروا عليها. اعملوا. اسمها. اعملوا رقابة على السلع. نزلوا زي زمان ناس تدور وناس تبحث وتمسكوا الناس اللي هي بتلاقوا عندها جاشع تجار. احنا بنقف توابير. فيه ناس بتقب بالتوابير عشان تلاقي كيلو سكر. ومش مسموح لك غير بكيلو. وبأسعار خيالية. فيه اللي بيبيعه بالستين. وفيه اللي بيبيع بخمسة وستين. وفيه ناس بتبيع واصلة للسبعين. طب احنا ليه? الازمة دي توجدت بنيومه ليه لف حياتنا ليه? عشان ايه? من امتى عمر السكر مش تكنة من قلة وجوده? لما نشوف توابير وقفها عند المولات هنا وهنا. وكأن يعاني المواطن مطالب يقف توابير عشان يقف توابير عشان ياخد عيش. يقف توابير عشان يحصل على ازازة الزيت. واحنا في احنا ليه وصلنا لكده? وانتو ليه سكتين على الاهانة والمهانة اللي بتعرض لها النواطن دي من الجشع من التجار اللي حوالينا. لما الدولار نزل شوية قلتوا كل حاجة هتنزل وقلتوا الاسعار هتنزل ما ما فيش حاجة نزلت. والزير التموين الفاشل. انت سايبه لحد النهاردة ليه وساكت عليه ليه? ايه المبرر انه وزير فشل انه يدير اي ازمة من الازمات اللي وصلنا لها قاعد لحط النهاردة على قلوبنا. ليه? رئيس الوزراء اللي احنا مسامينه بيننا وبين بعض كده اللي هو هزاز. عارف البوبين هزاز اللي كان زمان بتحط في العربية ده. اللي هو ما مورهوش غير انه يعمل كده. احنا ما شفناش من وزير الرئيس الوزراء ده في يوم من الايام اي كلمة بتنصب اي حد. لو يعبر حد. ولا طلع اتكلم. ولا طلع وضح الصورة. ولا طلع قال احنا بنعمل واحد اتنين تلاتة او احنا بنشتغل وبنعمل حاجة. الناس كلها بتتكلم وناس كلها طلع وبيتقول لك فيه ازمة حقيقية بتحصل. وفيه مواطن مطحون مش لاقي. وانت مفيش ولا تصريح طلع يتكلم الناس الغلابة دي ويقول لها انتو بتعملوا فينا كده ليه? كل اللي انتو عاملينه طلقين علينا شوية مطبلطية في اعلامكم القذر. الاقل ما يقال عنه ان هو اعلام قذر. لا فيه شفافية ولا فيه احترام للمواطن وللمحنة اللي بيمر بيها. ولا فيه احترام لعقلنا حتى. هو مش شاطر غير في التطبيل وبس. اعلامكم اعلام تطبيل. من اول كبرهم اللي بقى مش محسوب علينا دلوقتي اللي هو بقى محسوب على السعودية ما احترامنا للسعودية. الكبير عمرة قديب اللي بقى سعودي الجنسية وطلع يتهكم علينا ويقول لنا تحب وتختاروا النور يقطع عليكم قبل الفطار ولا بعد الفطار? طبعا انت تتكلم ان يقطع علينا اصلا انت مش منا انت برا الحزبة انت واحد سعودي. حتى من قبل ما تاخد الجنسية انت وصفوة المجتمع والحشي اللي حواليك ورجال الاعمال والصفوة انت طبعا برا ان يتطبق عليكم قطع نور او فلوس زايدة او او اسعار زايدة انت كل ده ما يقولكوش انت ناس بتقبط بالملايين فكل اللي بيحصل فينا ده مش هيقصر فيكم بحاجة. كل اللي بيحصل لنا مش واجعكو في حاجة. وكبير المتابلاتية طبعا اللي اقول عليه ايه والله العظيم الخسارة في الشتيمة حتى احمد موسى اللي طلع يقول احنا فيه انجازات وفيه حاجات تطورات حصلت في مصر ما نقدرش ننكرها وما حصلتش ولا هتحصل. هي فعلا اللي حصل في مصر لا هيحصل عند حد ولا عمره هيتكرر تاني. انت ايه? وطلع يقول ان الانجازات اللي حصلت تستهل ان احنا نستحمل ونجوع ونيجي على نفسنا عشان. انجازات ايه اللي احنا شفناه? انك باقيت زي ما بتقول طلع تتكلم وتقول انا كنت باجي لمدينة الانتاج الاعلامي في مش اقل من ساعتين ساعتين ونص دلوقتي باجيها في ساعة بالدقيقة. طب احنا حضرتك ما بنروحش مدينة الانتاج الاعلامي. احنا ناس كل معظمنا لو طلع برا محافظته عشان يقد طلب ورجع. هو كده اتغرب. يعني طرقك وكباريك دي مش فرقان نحن في حاجة. ما شفناش من وراها حاجة. دي الانجازات اللي انت بتتكلم عنها? كنت مفكرك مثلا هتقول انجازات انه ما عادش حد محتاج في مصر. ان ما عادش فيه فقير في مصر. ان ما عادش فيه حد مريض اللي الدولة بتتكفل بعلاجه. المرضى في الدول الكويسة. مرضى الامراضي المزمنة كلهم بيبقى علاجهم على نافقة الدولة. احنا دولتنا بقى عملنا اغر ان انت تلقاكوا علينا انت والمطبلاتي بتاعكوا. كلكو طلعين تقولوا استحملوا. وتعالوا على نفسكو اجوا عشان مصر. طب هنجوعوا عشان مصر. انت بتعملوا انتو ايه? بملايينكو اللي بتقبضوها وبالفلوس اللي على قلبكو قد كده. بتعملوا انتو ايه? بتعملوا ايه عشان مصر? طب ما بدل ما تيجوا على الغلبان والفقرة واللي محلتهمش والمواطن الغلبان. تعالوا انتو على نفسكو واستغنوا عن ربع مرتبكو هلا حاجة اللي بتقبضوه. انت والكبار ورجال الاعمال اللي الفلوس دي مش هتفرق معاهم لو تبرعوا به. ليه مصممين ان كل حاجة تكلفة كل اللي بيحصل تبقى على قفى المواطن الغلبان. ليه مصممين انكو تيجوا عليه والدنيا الوحدها جاية عليه وانتو عارفين. عارفين ان فيهم فقلة بتلاقي علاجها ولا اكلها ولا شربها ولا سكنها. وربنا ممشيها معاهم بالبركة. لو لا ستر ربنا وبركته ان فيه ناس فعلا هتموت مش لأي الاكل. انتو فعلا مش عارفين تستوعبوا ان احنا دخلين على صورة جياع في مصر. لما تشوف المولات الناس وقفة قدامها توابير قد ايه? والمعارض اللي انتو بتعملوها يا وزارة فاشلة وزارة التموين تاني وزارها الفاشل. لما تشوفوا التوابير والناس وقفة بتتكربس فوق بعضها وبتضغط على بعضها. ومعرض اهل الرمضان من كم يوم لما انت عملته بتاع التموين وكان حاضر وطلع يجري زي الفار من وسط الناس والناس بتتكدس فوق بعضها عشان بس تخش تاخد سلعة بسعره مخفض هتفهموا ان انتو دخلين على صورة جياع. وما فيش مسؤول فيكم كلف خطره يطلع يتكلم مع الناس وقل لها احنا هنعمل كذا او بنيجي عشان على نفسنا عشانكم هنعمل لكم كذا. انتو ما بتعملوش ده. الناس كلها طلعة تتكلم وطلعة تقول اللي عندها وانتو ولا حياتو اللي ما انتو نادي. انتو مش من هنا. ارحمونا بقى شوية. ارحمونا والرئيس المفروض انه وفي حكومة انت مسكها. انت الرئيس بتاعها. الحكومة دي شفتها ما قدتش اللي وراها وما ملقدمتش اي التزام نحية الشعب وما نجحتش في اي مقمحنا من المحن اللي حدمرنا بيها اقل ما يقال انها تتشال. احنا مش مجبرين نفضل مستحملين حكومة بالفشل الزريع ده ونستحملها ونجي على نفسنا. ليه ليه انتو ضغطين لنا ان ده ضغطين لنا ضغطة نفسي فوق الطبيعي وفوق العادي. انتو مش مستعملين لان الراجل من كتر ما بقاش هاي الهموم فوق دماغه ما بقاش قادر يصب ضهره. من هموم بيته واكله وشربه ومصاريف مش قادر يوفيها. للي بيحصل في بره في غزة ومخلي مش قادر يرفع راسه. احنا كمصريين شبابنا مش قادر يرفع راسه. مش حاسس بالفخر انه مصري لما اخواته على الحدود بتجوع. واطفال بتتقتل كل يوم والتاني هو مش قادر يعمل حاجة عشانهم. اوعى تفكروا ان احنا سكتين خوف. في اخت سألتني كتبتلي تعاليق سلبي ومش حلو بتقول لي انتو خايفين وجوبنا وسكتين. قصما بالله ما هو خوف. سكتنا احنا زي ما اتكلمنا قبل كده كممكن نتكلم تاني وننزل للشرع تاني. بس احنا خايفين وسكتين عشان بلدنا. عشان بنحبها. خايفين نتكلم في التوقيت ده يبقى ده يبقى نزلنا وكلامنا خيانة لبلدنا. حاسيني ان بلدنا متحوطة بمجموعة مؤامرات. فاحنا خايفين ان احنا نزلنا ده هو مشاركة في المؤامرة. مش عدم نزلنا خوف. احنا الحمد لله شعب ما بيخافش. وخاصة لما تيجي بقى على لقمة عيشو. بس احنا سكتين حفاظا على البلد اللي عايزينها تقع ولا عايزينها تبقى زي اي دولة من انت وقعت حواليها. عارفين ان متخطط لها ومتخطط لها من كتير. فاحنا سكتين خوف على بلدنا مش خوف من حد. فرق كبير. فرق كبير ان بقى خايف وساكت عشان بلدي. وفرق كبير ان بقى خايف وساكت عشان خايف لنضر من حد. فرق كبير وشاسع. فمتاخدوش سكتنا حاجة ضدنا. لا خدوه وفهمه ان الشعب عشان واعي وفاهم صابر. بس ما متراهمش على الموضوع صبر ده كتير. ان بقولي الحكومة والرئيس ما تراهنش على موضوع الصبر كتير. المواطن مطحوم فلو صبر وصبر وصبر وخايف على البلد هيجي يوم وينفاجر. واحنا فعلا دخلين على ثورة جياع. ولو ما اتخدش موقف حازم بالنسبة للموضوع اهلنا في فلسطين برضو متراهموش على سكتنا كتير. لان الكتر الكبت بيولد الانفجار واحنا سكتنا كتير. احنا سكتنا بقالنا اياما وشايفين اهانات كتيرة. وتعرض لسيادة الدولة. وتعرض لاخواتنا اللي بيموتوا قدامنا. ودخلين على شهر كريم. دخلين على شهر مفترج لو فضلنا كده لحد ما ايجي الشهر ده. واحنا قاعدين بنفطر وبناكل لقمة قدامنا. وعارفين من اخواتنا هناك. للاقيين لقمة ولا لقيين غطى ولا لقيين مأمن. هتبقى واقفة هنا. مش هتنزل. عشان ربنا ما امرش بكده. ربنا قال للمسلم للمسلم كالجسد الواحد. اذا تدعى منه اذا مرضى منه عضو تدعى له الجسد بالحمة بالصهر والحمة. احنا عملنا ايه لاخوتنا المسلمين? عملنا ايه من وصايا ربنا لينا. ما عملناش اي حاجة. حتى ان احنا ندخلوهم اكلهم وشربوهم مش قادرين نعملو. وبنتعاير بده من كل اللي حوالينا. ان احنا منعين عنهم. بيتقال ان احنا اللي منعين عنهم الاكل والشرب. بيتقال ان احنا اللي قفلين المعبر بتاعنا. انت عملت ايه كحكومة وكريس انك تثبت لشعبك انك مش انت اللي عمل ده ومش انت اللي مجوعة الناس دي. ومش ومش احنا اللي مشاركين في تجوعهم وفي ابادتهم. عملتوا ايه? ارحمونا شوية ويا ريت الموضوع داي كله حد قبل رمضان. يا ريت موضوع غزة واخوتنا اللي مرمينا عن حدود يكون له حل قبل رمضان. احنا سكتنا احنا بنشارك في اللي بيحصل. احنا سكتنا بنشجعهم على انهم يكملوا مخططهم. انت احنا صبرين لحد النهاردة وسايبينهم. يوم هم هيهجموا عليهم. طبيعي اهل غزة هيهربهم وهيجوا يمتنا. هيجوا رفع. وطبيعي احنا جيشنا المصري. ولادنا عمرهم ما هيدربوا على اخواتهم الفلسطينيين. فطبيعي هنقبل بدخولهم. يبقى احنا حققنا مخططهم وبنجاح. فاحنا لازم نتحرك من دلوقتي. لازم ما نستناش رد الفعل. ما نستناش ان احنا نكون رد فعل. يعني انتو في كل حاجة مدمرين نفسيتنا. لعارفين تحلوا مشكلة الاقتصاد في بلدنا وتخلصونا من القهر اللي احنا فيه. ولعارفين تحلوا مشكلتنا مع لحدودنا وتريحونا وتريحو دميرنا من ناحية اخواتنا وتعرفونا سكوتنا ده نهايته ايه وليه. يا جماعة ارحمونا شوية والله. يا جماعة الرحمة حلوة. والله الرحمة حلوة. احنا كشعب اتظلمنا الفترة دي ظلم ما شفناهوش في حياتنا. ولو فضلنا سكتين اكتر من كده ما ترهنوش على سكوتنا كتير. ما ترهنوش على ان احنا هنقضل صبرين ومستحملين كتير. لما المواطن دلوقتي يقف بالطوابير عشان رغف العيش ويقف بالطوابير علشان كيلو السكر. اللي فاضل. الاول كانت المشكلة لحمة تستغنينا على اللحمة وقلنا هناكله فراخ. دلوقتي لما كيلو الفراخ يعد المية والمية وخمسة وعشان اجيب كيلو بنين اللي كنا زمان بنقوله دا احنا هنقضوها. احنا اخر الشهر هنقضوها. يا اولاد احنا مكارونا وبنيه بقى عشان احنا نهاية الشهر. كان بالنسبة للشعب المصري لو هيكل مكارونا وبنيه دا تمشيت حال. دلوقتي المواطن عشان يجيب بنيه ومكارونا لأسرة مكونة من ثلاث افراد ثلاث اولاد واب وام. انت بتتكلم في بتاع ربعمية خمسمة جنيه. عشان اجيب كيلو مكارونا. وعلشان اجيب تماطم او صلصة. وعلشان اجيب بنيه وزيتها ليه في ايه. احنا بنتكلم على حاجات بالنسبة لنا بقت احلاق. يعني ان استغنينا عن اللحمة. هنستغنينا عن الفراخ كمان. البيض اللي البيضة وصل التمانية جنيه. كيلو اللبن اللي وصل تلاتين جنيه. التوم اللي لسته نازل دلوقتي والمواطن مش عارف يجيبه علشان الكلو معدل خمسين جنيه. ايه تاني هنستغنى عنه. احنا كده نستغنى عن كل اساسيات حياتنا. ما عادش الواحد هيستغنى عن سلعة واثنين عشان غالية. لا ده كل السلعة. الموضوع بقى معمم على كله وانتو سكتين. انتو سايبين التجار لو هي مشكلة التجار فانتو برضو فقط كل حل. لو هي قزمة تجار وقزمة ضمير مغايب عندهم. انتو قدوركوا كدولة تنزلوا وتدوروا عن الناس دي. وتحققوا معاهم وتشوفوا هم ليه بيتجروا بقوت الغلابة. وتعرفونا ازمة السكر جات ليه. ومن امتى كان عندنا ازمة سكر. قدرونا وطلعوا حتى اتكلموا. قدرونا وطلعوا ويعرفوا الشعب ده الغلبان اللي عمالي هبهب ويتكلم وكل واحد بقى من غلبه طلع يتكلم ويقول واللي ليه في السوشال ميديا واللي مانوش بقى يطلع. حد يعبروا فيكم ويطلع يكلموا. مسؤول محترم من المسؤولين بتاعنا يطلع ويتكلمنا ويقول لنا اللي احنا فيه ده نهايته ايه? ووصلنا له ليه? يا جماعة الموضوع بقى كبير وكتير ومحدش عاد يستحمله. من قطع كهرباء لسلع غالية لحاجات مش موجودة كمان. احنا كنا بنقولوا لما الدولار هينزل شوية الاسعار هتهدأ. الدولار نزل شوية لحاجة نزلت ولا حاجة هدت عن فيه اسعارها. لا بكل يوم حاجة في زيادة وما فيش حاجة بتنزل. واللي بيطلع ما بينزلش بيزيد تاني اكتر. الدولار نفسه راجع يزيد تاني اكتر. فين سيطرت الدولة? وفين الرقابة على السلع وعلى كل اللي احنا فيه. وموضوع الكهرباء اللي احنا بقينا ملزمين به. نهايته ايه? ونهايته هتخلص امتى? انتوا كنتوا طالعين في الفين وعشرين بتقولوا بقى عندنا فاقت في الكهرباء وهنصدر. دلوقتي بقيتوا بتحرموا المواطن انه النور يبقى طبيعي وشغال زي ما كان شغال عندنا. ليه? يعني احنا نصدر برا والمواطن مش لاقي الكهرباء في بلده? ارحمونا شوية. واهدوا. اهدوا فكروا. وهاتوا ناس سياسية تفهم. وهاتوا ناس اقتصادية بتفهم. تخلينا نطلع من اللي احنا فيه. انا قلتها الفيديو اللي فاته بكررها. مصر تستاهل احسن من كده. ومصر مش فقيرة ومصر غنية. وما تخلوش حد يتكلم علينا ان احنا شاحتين او ان احنا فقرة. لان احنا مش فقرة احنا اغنية واغنية قوي. مصر لو استغلت مواردها صح. حد فاهم. قدر يستغر مواردها صح بدون السرقة والنهب اللي بيحصل فيها من القبار اللي فيها. صدقوني مصر هتبقى في حتة تانية. ومش هيحصل فينا اللي بيحصل ده. انت قلتوا زمان تلاجتكم بتبقى فاضية بالعشر سنين. انتوا واصلتوا الشعب المصري فعلا انه تلاجتوا بقى اطفاضية. ما عادش فيها مية ولا عاد فيها اي حاجة. انت كان زمان بيقوا عندكم مية احنا كمان المية قربت ما يبقاش في مية. باللي بيوحل باللي احنا فيه واللي بنوصل له. يريد تفوقوا شوية. كحكومة. كحكومة تفوق لنفسها شوية وتعرف هي بتحكم مين وهي قد الحكم ده ولا لأ. انتوا بتحكموا بلد فيها مية وعشرة مليون مصري. فيريد تكونوا قد المسئولية. يعني الحمل اللي المفروض انك ارتضيته بانك تشلوه. واللي هتتسأله عن يوم الايامة. انت ارتضيت تكون مسئول فعرف انك ورق حمل وملزوم وهتتسأل عن يوم الايامة. هتتسأل عن المواطن اللي كنت مسئول عنه ده وفتوا حقه ولا سبت حد يكلوا. انتوا سايبين الناس بتكنا. ومش عارفين الازمة جاية من مين ولا من فين. ارحمونا شوية واطلعوا تكلموا مع الناس وعبروه ومسألوا فيه ومدوروا على معاناته ومحاسسوهم ان المعاناة اللي هم فيها فارقلكم. يا رب. الله الامر من قبل ومن بعد. ربنا يعدنا منها على خير ويعدي الازمة دي على خير. والايام المباركة اللي احنا فيها تيجي وكل الناس امنة وسلمة واهلنا في غزة يكونوا في خير يا رب ويعدي ازمتهم على خير. والشعب المصري يا رب ما ييجي على على اي اسرة في مصر شهر رمضان اللي وهي مصطورة وما يحوجهمش ابدا لحد. يا رب ما تحوج اي بيت ولا اي اسرة الحد. ولا تكسر اي اب قدام اولاده وقدام اسرته. لله الامر من قبل ومن بعد وكل سنة من طيبين واشوفكوا دايما على خير.